تواصل مدرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط دعم معرض أهلا رمضان باستلع الغذائية في مدينة دمياط الجديدة وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية في المحافظة لتوفير استلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ودودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطن وأكد مدير عام الشؤون الاقتصادية في الغرفة التجارية بدمياط وليد الشناوي أن المعرض يضم 30 قسما بتخفضات ما بين 20 إلى 30% ويأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة التجارية للتخفيف عن كاهل أبناء محافظة دمياط يعتبر المعرض هنا في دمياط الجديدة يأتي من ضمن المعرض اللي بتتم في دمياط كلها هنا طبعا فيه معرض تم في دمياط وحاليا في دمياط الجديدة وتم افتتاح معرض في كفر سعد وإن شاء الله فيه تجهيز بإذن الله فيه معرض فيه فرسكور طبعا المعرض بيجتمل على حوالي 30 عرض موجودين بالنسبة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة الأسعار المخفضة دي تتراوح ما بين 20 إلى 25% طبعا بيجتمل المعرض على مواد غذائية أساسية منها الرز ورز هنا طبعا بيتباع ضمن التوجيهات برضو وزارة التموين أو مدرية التموين بيه 15 جنيه للحباية الصغيرة وسعه 14 جنيه و18 جنيه الحباية الكبيرة المعرض برضو بيضم اللحوم والدواجن والألبان نتجات الألبان طبعا كل ده بأسعار مخفضة المعرض متوفة فيه كل السلع المعرض الحمد لله اشتبت العدس ب38 جنيه واشتبت الفوز ب15 جنيه وفوز الحمد لله متوفة وموجود والله احنا شوفنا المبادرة مشاء الله حجة جميلة واسمها نعناني فيها تغفضات وغروب كويسة فبنان عليك هنا المعرض مشاء الله الأسعار هنا كويسة كل اللي انا شايفه في الخيمة ان كل حاجة متواجدة وأسعار مناسبة وتوافد الناس دلوقتي كتير انا شايف ان الأسعار كويسة وخاصة الكارتونة اللي هي 50 جنيه الناردة المدعمة فيها تونة وفيها زيت وفيها سكر وهنا كل حاجة متاحة في المعرض ده بصراحة يعني الأسعار كويسة وجميلة